على غير المعتاد وعكس ما ألفه الناخبون صور المترشحين ولافتاتهم في الشوارع الكبرى قلة قليلة خلال جولة في العاصمة في أول أيام الحملة الانتخابية لحظ نقص الصور باللافتات للمترشحين الثلاثة غياب برره هؤلاء بالتركيز على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين نظر إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى إذا كانت الانتخابات السابقة في السنوات الماضية في الجزائر تعتمد على رشل الملصقات في الشوارع وفي الساحات وما يذرك الآن هناك وسائل حديثة للتبليغ أكثر أثر من الملصقات وهي وسائل منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالملصقات اليوم هو أول يوم على كل حال يعني جميع الولايات عندنا مديريات الحملة الانتخابية بدنا هذه الملصقات بداء اليوم لكن سنمس جميع الولايات فيما يتعلق بالملصقات طبعا اليوم الأول لن يكون يوم كاسح إعلاميا كملصاقات الأمور ستتفاوت من ولاية إلى ولاية تعلمون شساعة الوطن وصعوبة الإيصال إلى كامل الولايات صفحات على الفيسبوك رموز استجابة سريعة ومواقع إلكترونية هي ما يعول عليه المترشحون للرئاسيات خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت الخميس الوسائل التقليدية من التجمعات والخارجات المدانية في هذه الحملة الانتخابية ركزنا على وسائل توصيل الاجتماعي نظرا لتمش شريحة كبيرة من المواطنين ومواطنات لا سيمة شباب منهم ونحن في برنامج الانتخابي وفي حملة الانتخابية ركزنا على هذا العنصر وهو عنصر الشباب علما أن الجزائر هو بلد شاب يعني بسبعين برمئة من سكانهم شباب موجود كذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فموجود كذلك استخدمه الشباب الآن موجود هذه المنصة تعدكاء الاصطناعي وبإمكان أي مواطن جزائري في الداخل أو في الخارج أن يطرح الأسئلة التي يريد والمتعلقة بالمرشح حسيني شريف عبد العالي وسيجيبه بسا ندرك أن فصل الصيف من الصعب أنك تلتقي أكبر عدد على الحقيقة فاللقاء به على الوسائط الاجتماعية هو أسهل تحول واضح في طرق الوصول إلى الجمهور والتأثير عليها فعلى غرار الطرق التقليدية كتعليق الصور في اللافتات المخصصة لها استغلال المترشحين لوسائل التواصل الاجتماعي كمنصة أساسية لنشر رسائل هم من مميزات رئاسيات السابع من سبتمبر